ونتواصل معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الحية والمستمرة للتفجيرات التي حدثت اليوم في طنطا أو في الإسكندرية ومعنا هاتفيا الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية أهلا بك معنا على شاشة أون لايب وردود فعل كثيرة في الحقيقة جاءت على خلفية هذين التفجيرين إدانات دولية سيد هاني يعني كثيرة من قبل الكثير من الدول لكن برأيك هل هذه الإدانات الدولية كافية لدعم ومساعدة مصر في حربها ضد الإرهاب يعني أذكر لك ما قاله سيادة الرئيس في اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي ترامب أثناء فترة الانتخابات عندما سأله عن الوضع الاقتصادي في مصر قال له سيادة الرئيس مصر تحارب وحدها الإرهاب منذ أربعين شهرا ربما هنا سيادة الرئيس لخص له الوضع أن مصر تحارب وحدها الإرهاب فهل هذه الإدانات فقط وحدها كافية أم من الممكن أن ننتظر تعاون استخباراتي أمني معلوماتي بين مصر والدول وبين قوسين الجادة في مكافحة ومجابهة الإرهاب بلا شك الإدانات والاستنكار لا تكفي على الإطلاق ولكن لا بد من تعاون جاد لمكافحة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة دولية لا تعرف الحدود ولا تعرف الأجناس ولا تعرف اللغات ولا تعرف الألوان وإنما بتصيب المجتمع الإنساني وكله في أماكن غير متوقعة يعني منذ أيام قليلة وقع حادث إرهابي أمام مجلس العموم البريطاني كذلك في روسيا منذ أيام قليلة في محطة لمترو الأنفاق في باريس في بروكسل في الولايات المتحدة في بارلين في كل مكان أصبح الإرهاب بيقع وبيسقط ضحايا مدنيين أبرياء ليس لهم أي علاقة بما يجري في الساحة الدولية وفي عالم السياسة بيتصعوا أسمان حروب بالوكالة بتدرها للأسف بعض أجهزة المخابرات الدولية من خلال جماعات العنف والتطرف والإرهاب لتحقيق أهداف سياسية خلينا أقول لحضرتك أن العملية التي جرت اليوم في كل منطنطة والأسكندرية أنا توصيفي لها أنها عملية سياسية تمت من أجل هدف سياسي بالدرجة الأولى لعلنا نتذكر أنه في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو منذ عدة سنوات ولقاءه بالرئيس الروسي بلاديمير بوتين وبدأت العلاقات المصرية الروسية تتخذ طابعا استراتيجيا وتتعمق وتتوسع وقع حادث الطائرة الروسية فأصاب العلاقات المصرية الروسية في مقتل كذلك حادث اليوم الهدف منه التأثير على العلاقات المصرية الأمريكية بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية هذا النجاح البهر الذي يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أراد الكارهون لمصر إحباطه وتوجيه رسالة إلى البيت الأبيض وإلى الإدارة الأمريكية تقول أن مصر غير مستقرة وأنه لا يمكن الرهان عليها قوة إقليمية وأنها تعاني من غياب الأمن إلى آخره وبالتالي لا بد أن ندرك أن كل ما يجري حولنا من حوادث إرهابية لا يتم أو لا تقع نتيجة قصور أمني كما سمعت بعض المداخلات التي تمت طوال اليوم في بعض الفضائيات وإنما هو بيتم من أجل تحقيق أهداف سياسية خلينا أقول لحضرتك بردوب أنه هناك جانب اقتصادي للعمليات الإرهابية لأنها بتضرب السياحة في مقتل وبالتالي بأن عكس ده أثاروا على الوضع الاقتصادي للدولة التي تقع عليها مثل هذه الحاجة وبالتالي لا بد من المجتمع الدولي أن يتعاون بنوع من صدق النواية لا بد من أجلس المخابرات الدولية أن تتعاون من خلال تبادل المعلومات والتعاون في متابعة الإرهابيين وعمليات التمويل ومحاصرتهم إلى آخره أما إذا اتصر المساهمة الدولية على الشجب والاستنكار والإدانة فأعتقد أن الإرهابيين فظلوا يمارسون عملياتهم نعم أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير الجمهورية